السنة النبوية منهج وسلوك عندما نقول منهجا فهي طريقة علمية وأداء سلوكي معين يدفع الفرد ليتبعهم معتمدا على عقيدة راسخة وثابتة والسنة النبوية تعلم الأفراد السلوك الرشيد وفقا لما كان يفعله النبي عليه أفضل الصلاة والسلام نعم علي ومن هنا أيضا تكون السنة مستقى من القرآن الكريم وبأنها تعبر عن سلوك نبوي رشيد وأيضا تؤدي إلى صلاح الإنسان وهي تعبر أيضا عن الصحة النفسية في أبهى صورها ولعلنا لا نستطيع أن نغفل أن من يتبع سلوك النبي يكون دائما في الطريق السليم والرشيد طبعا لنتحدث أكثر بشكل أوسع بهذا الخصوص يسعدنا اليوم أن يكون معنا الدكتور التربوي قيصر غرايبة مساء الخير دكتور مساء الخير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلى الله عليه وسلم محمد أهلا وسهلا بك دكتور يعني في عصر امتلأت في الفتن وأيضا المغريات أحاطت بالأسرة بشكل عام كيف يمكن أن نربي أبنائنا على النهج النبوي كيف يمكن أن نربي أبنائنا على قدوة الحبيب عليه الصلاة والسلام في البداية نعلم أن الأسرة هي أساس المجتمع والأسرة لديها الأبناء والأطفال والأطفال هي المرحلة الحساسة في حياة الإنسان وهذه المرحلة الحساسة إن بنيت على صلاح تستقيم حياة الفرد والنشأ وأن بنيت على خطأ يبقى الخطأ مرافقا ثم يبدأ عن مرحلة العلاج إليه مرحلة علاج تحتاج إلى فترات زمنية طويلة وأيضا صعوبة في عمليات العلاج لكن إذا كانت الأسرة صالحة وينعكس هذا بالأثر الإيجابي على الأفراد على النشأ تحديدا بمرحلة الأطفال والمرحلة الأطفال كما نعلم جميعا هي مرحلة حساسة ومنها ينطلق الإنسان نحو المستقبل ونحو تحقيق أهدافه المستقبلية لذلك نبدأ بهذا الطفل لأن هذا الطفل هو سر وجود الأسر وأيضا ديموماتها وبالتالي إذا استطعنا أن نستطيع أن نجد نشأ صالحا هذا ينعكس أثره على مستقبله وأيضا على المجتمع بأسره دكتورة دمنا نروح لمفهوم الحلال والحرام كيفية تعزيز هذا المفهوم في أجيالنا في بناتنا وشبابنا الآن الصاعدين وربطه مع محبة النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء بصفاته كيف ممكن نحكي في هذا الخصوص؟ هناك طرق عديدة لتوضيح المفهومي الحلال والحرام لعلها من خلال المشاهدات التي هي أفلام التلفازية القصيرة أيضا قراءة بعض القصص هذه القصص التي نسقطها على واقعنا وبالتالي يستطيع الطفل أن يدرك هذا خطأ وهو يرتبط بالحرام وهذا صواب يرتبط بالحلال هذه هي إحدى الطرق أيضا الآن هناك انتشرت عبر وسائل الإعلام وحطات تلفزة وأيضا ما هو موجود في المكتبات العامة هناك أفلام قصيرة عن السيرة النبوية تناسب لأعمار الأطفال وبالتالي هذه مناسبة جدا أنه أن نقوم بإضاحة لأبنائنا الصغار وبالتالي يستطيع أن يدرك هذا الطفل هذا حرام وهذا حلال ومميز ما هو صواب وما هو خطأ إذن من خلال القصص أو من خلال الأفلام القصيرة نستطيع أن نميز هذا ما بين الحلال والحرق يعني الساليب التربوية مختلفة خلينا نحكي مبتكرة تتناسب مع عمر الطفل ومستوى وإدراك وخلينا نحكي بشكل عام نعم طيب يعني إذا بنا نحكي الدكتور عن مفهوم خلينا نحكي القدوة في حياتنا يعني الآن بيقولوا بأنه إذا بدك تهدم حضارة أمة كاملة أول إشي يبدأ بهدم الأسرة ومن ثم التعليم ومن ثم القدوة أو القدوات بشكل عام أو الأسرة الحسنة نعم نعم فإذا بنحكي هسا عن هذا المفهوم تحديدا اللي هو عم يتأثر بشكل عام في مجتمعاتنا بسبب ظروف كثيرة عم بتحيط فيه كيف ممكن نعزز مفهوم القدوة اللي هي بتبدأ بالأساس من الأب والأم الأخ الأخت الصديق لحتى نوصل ونعمق المفهوم ليصير بشكل أكبر بأنه إحنا كمجتمع إسلامي قدوتنا الحبيب عليه الصلاة والسلامة نستطيع أنه نعلم أبنائنا اللي هو التعلم بالقدوات من خلال اللي هو نفس الأب والأم في البيت وخلال أوقات الفراغ الأب ممكن صير يتحدث عن قصص إيجابية من حياته كيف كان يتعامل مع والده كيف كان يتعامل مع والده كيف كان يتعامل مع الجران صور من الماضي مثلا بذلك يصير يسرد لأبنائه هذه القصص كذلك الأم للبنات و للأولاد وبالتالي هاي ممكن إحنا نعكس اللي هي صورة أولية للطفل وصير يتعلم بالقدوات أيضاً نرجع للموضوع اللي هو الآن اللي هي القصص الآن من خلال القصص اللي هي الصغيرة اللي بتناسب مستوى الأطفال نستطيع أنه اللي هو القصص طبعاً من السراء النبوية يصير نتعلم من اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم الأشياء الصحيحة و الرسول صلى الله عليه وسلم لو فيه باب كبير جداً كان فيه تعامله مع الأطفال يعني هناك قصص وأمثلة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بتبين أنه علاقته مع الأطفال جداً جميلة صحيح اللي هي علاقته مع أبنائه وأقصد هنا بالدرجة الأولى بناته أيضاً مع أحفاده لعل أهم حفيدين لهم أو صبتين الحسن والحسين نعم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أيضاً كذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم علاقته مع الأطفال اللي هو بنفس الحي و علاقته مع الأطفال الذين لا ينتمون إلى ماذا؟ أو أبناء الصحابة الذين لا ينتمون إلى العقيدة الإسلامية وأذكر هنا اللي كان يوماً من الأيام زاره اللي عود مريض للطفل هذا الطفل كان غلاماً عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من ديانة غير الديانة الإسلامية وبدأ اللي هو يرقي وقال له اسلم نظر إلى والده وقال له والده أطع أبا القاسم الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء الحمد لله أنني أنقذته من النار صلى الله عليه وسلم وبالتالي علاقته اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي رسخها أيضاً عند الصحابة وكذلك عند التابعين من خلال قراءتهم للسيرة النبوية طيب اسمعني دكتور بهذا الخصوص تحديداً يعني هاي المشاهد وهاي القصص اللي احنا بنعرفها بصيرة الرسول عليه الصلاة والسلام هي حاضرة في بيوتنا لكن هي كقصص روائية احنا بنرويها احنا بدنا نعززها الآن كنهج تربية كيف ممكن الأب والأم يستثمروا هاي المشاهد وهاي القصص في واقع تربوي ينعكس بحياة أبنائهم أنا اللي هو عملية التكريس لا تقع فقط على عاتق الوالد والوالدة وناك عندنا من يشارك الوالد عندنا اللي هو تعليم مثلا المدرسة الحارة المنابر الدينية اللي هالدور الكبير جدا لأن المنابر الدينية أقصد بها هنا اللي هو قد تكون اللي على المنابر الدينية أعلى مستوى لكن هون أقصد كثير من المراكز الدينية التي تنشأ في العطلات الصيفية لها دور كبير جدا في تنشأة هذا الفرد أيضا بالنسبة للأسرة مثل ما ذكرنا لكم تكون دائما بيئة إيجابية بيئة اللي هي تشجع تحفز وهنا نستخدم أسلوب التحفيز على سبيل المثال أنه الأب له دور كبير لو تقرأ القصة هاي أنا اللي هو رايح أكافأ كذلك الأمر في المدرسة المدرسة اللي هي أن نستخدم المحفزات ومجالها كبير جدا صحيح لذلك الآن على سبيل المثال في المدرسة عسل ممكن نحن نعمل برامج وهذه البرامج مختلفة جدا وبالتالي هذه البرامج تعزز قيم الانتماء وقيم السلوك الطيب لدى الأطفال دكتور نحن لم نعاصر النبي عليه الصلاة ولكن وصلتنا منه صفاته وأفعاله يعني هو بعث رحمة للعالمين وهو سيد الخلق ولكن نشعر دائما أن هذه الأمور جافة الآن وجامدة لدى الجيل الصعد كيف لنا أن نحيي هذه الأمور نحيي هذه الأفعال نحيي هذه الصفات لكي فعلا تكون قدوة وأسوة للجيل الصعد الآن كما تعلم أن رسالة الإسلام جاءت عليها سيدنا محمد وهي رسالة خاتمة الرسالات وأيضا شاملة لما نذكر شاملة هي صالحة لكل مكان و زمان صحيح وصلتنا اللي هي وصلنا لكن ما شهدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لكن نحن ممكن أن نحييها يجب على الإنسان أن نقوم بترجمتها و أن نقصد ترجمتها إحيائها من جديد و أن إحيائها لا نستطيع أن نقوم بإحيائها إلا إذا كنا مطلعين و نرجع لدور الثقافة الثقافة يجب على الإنسان أن يتثقف أن يعرف شيء عن كل شيء صحيح و بالتالي هون اللي هو الإنسان أنا بما أنه كوني مسلم يجب عليه أن يكون عندي معلومات و دراية معلومات شاملة عن دينه و عن السيرة عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم و سيرة الصحابة و السلف الصالح و غيرهم لماذا أبنائنا هذه الأيام يعرفون معلومات كاملة و شاملة عن اللاعبين و المغنيين و غيرهم و لماذا لا يكون هناك اهتمام من قبل الآباء و أيضا من قبل التربويين و قبل من قبل الإعلام اللي هو دور كبير في تكريس اللي هو السيرة النبوية و ترجمتها للواقع الحال ترجمتها يقوم بعدة طرق ممكن أنه من خلال في البيت يكون دائما مشاهدة أوجه أبنائي لمشاهدة بعض المراج البرامج الدينية و كثير عنا من المحطات اللي هي التلفازية محطات هادفة و أيضا محطات اللي ها هدف ديني و الهدف اللي هو بث الثقافة الإسلامية أيضا دورنا في المدارس أن نحيي السن من خلال اللي هي ممكن بعض الأنشطة المناهج مثلا المناهج الأنشطة أحيانا تقام أنشطة عديدة في نهاية العام في العطلات منتصف الفصل وبالتالي هون نقوم بمسرحيات و غير ذلك اسمح لي بهذا الجانب بدي أحكي نقطة بس دكتور يعني إحنا في عندنا الحمد لله مراكز في الأردن بتهتم بهذا الجانب وتحديدا في الأمور التربية الإسلامية لكن أنا بلاحظ ملاحظة ما بعرف أنت شو رأيك فيها أنه أغلبها مثلا يعني إحنا هلأ خارجي من عطلة صيفية كانت بيهتموا بهذا الجانب فقط بموضوع حفظ القرآن الكريم لكن بيبتعدوا شوي عن موضوع التفسير هذا القرآن وأيضا سنة الرسول كانت تعلم أدبيات وأخلاقيات هذه السيرة العظيمة يعني هاي المراكز مش مفروض يكون عليها دور أكبر أيضا بهذا الموضوع الآن إحنا معظم مراكزنا اللي هي لا تخضع لها رقابة وأقصونا الرقابة على ما يعطى لذلك كل مركز يعني ممكن يعطي شكل ما في توحيد بيناتهم وبالتالي يجب أن تخضع لها رقابة وأيضا قد تكون المعلومات التي تعطى أو النشاطات التي تعطى يكون فيها أخطاء وبتكون هذه المعلومات دائما بحاجة أنه نعيد إلى صياغتها ونعيد اللي هي طرق نقلها وترجمتها إلى الواقع أيضا مثل ما ذكرت في بداية اللقاء أنه دائما اللي هو أن لايقى عملية اللي هو ترجمة والسن النبوي للواقع الفعلي من قبل أسره هناك اللي هي يجب أن تكون هناك تكاتف تكاتف المجتمع ككل وبالتالي هذا لما يتكاتف المجتمع ككل نحن نخلق جيل واعي منتمي لعقيته ودينه وليسنة النبي صلى الله عليه وسلم دكتور كيف تقيم الآن واعي شبابنا فعليا في ظل تسارع التكنولوجيا وانتشار منصات التواصل الاجتماعي الآن تقييم من شبابنا بشكل عام هناك مؤثرات كثيرة جدا أنا منعرف أنه الآن أصبح لعنا اللي هو أشياء دخيلة هذه الدخيلة اللي هي من جزء منها الثقافة وبالتالي الثقافة الدخيلة صار عندنا ومصطلح العولمي وغيرها صار عندنا اللي هو أبنائنا وللأسف يتجه بانتماؤهم إلى الثقافة الدخيلة وصاروا يبتعدوا شيئا فشيعا عن ثقافتنا اللي هي الأسفة موروثنا الدين على الرغم أنه كان في فترة من الفترات أنه كثير من اللي هو أبناء أوروبا يلجؤون إلى الأندلس اللي هي إحدى اللي هي قنوات الاتصال بين اللي هو الغرب الأوروبي والعالم الإسلامي الأندلس اللي كانت منارة العلم كان أبناء الإرستقراطيين وأبناء الأغنياء يرسلون أبنائهم للتعلم في الأندلس لكن إحنا الآن بدأنا نلتج إلى ونتبنى الثقافة الغربية صحيح صار عندنا ثقافة تقليدية وابتعدنا عن اللي هي أساسياتنا اللي ممكن كانت في يوم الأيام هاي اللي هي منارة متوهنة ونصفها للقمة وأيضا كان اللي هو الكل يشير إليها وغير ذلك كرسالة كرسالة الإسلام وأيضا السنة هي صالحة لكل زمان ومكان نعم تلبي أيضا حتى في الوقت الحالي أغلب متطلبات عصرنا إذا رجعنا إلها بالطريقة الصحيحة وانتاجنا هذا النهج كتربية لأبنائنا بشكل سليم يعني الحديث يطول بهذا الموضوع وأسليب التربية وأسليب أيضا إيصال هذه الرسالة العظيمة جدا تحتاج لحلقات مطولة لكن نحن لهون نكون دكتور وصلنا معك لنهاية فقارتنا سعدنا جدا بوجودك دكتور قيصر غرايبة المستشار والخبير التربوي شكرا لوجودك معنا لليوم أهلا وسهلا شكرا لكم وأنا أيضا سعيد جدا بأن ألتقي بكم وأيضا بمشاهدين قناة اقرأ الفضائي وهذا شرف إلنا سهلا